اشتركوا في القناة في دنيا دينا كل عمو أنت بألف خير وبصحة وسعادة أمل كل سنة وأنت سالمين ورؤية بخير ووطننا كله بخير يعني ما في أحلى من الخضار وأنت دايما إيدك خضرة وما بتدخلي عنا إلا جيباننا إشيء أخضر وعلمتنا نحب الأشياء الخضرة وصرنا عن جد نحب الأشياء الخضرة ونهتم فيها أنا من الناس عن جد من بعد ما تعرفت عليكي فصرت عن جد أحب هاي الأشياء ودايما بسألها يعني منستفسر ونسأل دنيا يا دنيا تحكين لهايك بعد 6 سنوات شو شعورك أول يعني أول إشي كثير كثير فخورة بقناة رؤية يعني أنا برأيي أنه رؤية هي علامة فارقة بالإعلام الأردني والعربي لأنه صراحة كثير تميزنا وكثير يعني كإدارة وكموظفين كلها يعني ترتيبها حلو طريقتها حلوة قديش بتحسي أنه أنت حرة يعني أنت إيش المعلومة اللي عندك تحطيها وأنت مرتاحة يعني ما في عنا أي ضغوطات إحنا كثير مبسوطين كثير منظمة وكثير بتشتغل عشان عن جدة تفيد البلد والناس وهذا كثير إش مهم طب إحنا محضرين لكم فاجأة إحنا مش رح نختصر من مسيرتك إحنا رح نضوي على حلقات قدمتيها في دنيا دنيا خلينا نتابع مع بعض هالتقرير رح نحكي عن بعض النباتات بحب تعرفوا أسماءهم ألوانهم بحب تعرفوا أمتى بالضبط بيفتحوا رح نحكي شوي بالتفصيل خليكم معنا عشان تعرفوا بالضبط معلومات إن شاء الله رح تفيدكم قد ما بقدر رح أحكي شوية معلومات أظن رح تفيدكم لما بدي أروح أختار نبتتي الداخلية لازم نكون دقيقين لما بدنا نشتري لما أوصل لمرحلة إنه هذا السطح صار رتب خلص بشيل المي ما بخليها باستمرار تحتها درجات التحمل بتختلف من نبتة لتانية أخذنا هاي النبتات بحطناها داخل البيت تكريت عشان نعملها جو مناسبة تعيش فيه هاي أشياء مهمة بزراعتي في حديقة فهذا قراركم وطريقة التربية دائماً بنقول تعتمد عليكم بتأمل إني أكون وصلت لكم بعض الأفكار والأسماء للنبتة عبد نهاركم سعيد طيب أمولي يعني علاقتك بالنبتات قدي أنا بحس أنك أنت بتحبي يعني عندك شغف حتى اللي بتابعها على إنستغرام أو على فيسبوك أنت عندك حب تصوري من قلبك يعني بحس قدي أمتى هاي العلاقة بدت؟ يمكن كل اللي بتابعون كمان بحب بيعرفوا أمتى هيك حسيتي بهالعلاقة الحلوة بينك وبين يعني أحلى إشي في الدنيا اللي هي النبتات الخضر العرق الأخضر صراحة أقول لك يعني أنا يمكن رندا عاذر سألتني قبل هيك أنا بفوت زراعة لأنه أنا معدلة لي فوتني زراعة بس لما اشتغلت بصراحة كنت كتير محظوظة بإني أشتغل بالزراعة لأنه كتير إشي حلو كتير إشي تعرفي قديش الأرض عم تعطيكي يعني لو بتعطيها إشي بسيط الأرض كتير كريمة فعشان هيك أنت دائما بتكوني مستمتعة هلأ كل ما مر الوقت شغلك اللي اشتغلتي مثلا قبل سنة سنتين مع الوقت بتصيري تشوفي أكبر يعني يمكن ما بدي أشبه كتير بس خلينا نقول زي ما كيف بتربي أولادك وبتشوفي النتيجة نفس الشي يعني أنا مرات الحدائق اللي عن جد اشتغلتها بعمان بكون مرأة بشوفها كبرت بكون كتير مبسوطة بالضبط فبيكوني كتير شعور حلو بالإضافة أنه العرق الأخضر حياة يعني يا ريت أنا دائما بتمنى أنه نعلم أولادنا قديش الزراعة مهمة وقديش الأرض بتعطي وقديش مهم يرتبطوا بهذا الإشي يعني كتير حلوة الزراعة بس الأصل زي ما تفضلتي روان أنه كل إشي في الدنيا حب إذا حبتيه حت يعني أكيد حتبديعي فيه فكتير محظوظة بهذه الشغلة يعني أنا مرة كنت في البيت عم هيك بضبضب في البيت وعم بحضر تقرير إليك عم بتابع دنيا يا دنيا فبس أنا سامعة الصوت روان طريقة حكيها عن النباتات والنصائح بتحسي من قلبها وكأنه عندها عم تحكي عن رعاية لأولاد مش أقل أسألك أمل مثلا لما منشوف مهندس أو طبيب على التلفزيون دائما أنا بتسأل أنه مش كل شخص بمجال مختلف عن الإعلام بيحب يكون بالإعلام لما جماعتي أنه هندسة الزراعة وحب النباتات مع الإعلام حسنتي فيه جزء جديد صورتي لازم تتعلميه تتقنيه أكتر صراحة أحكي لك سؤالك بجنة شوفي هو أنا برأي أنه موضوع أنك تكوني بالإعلام مع وظيفتك كتير إشي حلو بس هي مش لال يعني مش كل حدا يعني هلأ ممكن تنشاهري ممكن الكل يعرفك لكن دائما أنا بس مع صراحة يمكن ما لازم أحكي بس مضطرة أني أحكي أنه أسلوبي يمكن بسيط فهذا اللي ساعدني أني أوصل لقلوب الستات أكتر يمكن وفيه معلومة بتأدميها ببساطة بس أنه أكتر شيء أنه المتابعين بحسوا أنه أنا أول شيء لأني حابة عم بعلمهم قديش يزرعوا كيف يزرعوا كيف الطريقة بطريقة كتير بسيطة الإعلام كتير بفيدنا كتير مش شوي ورؤية كتير صراحة لها فضل أنا علي شخصيا لأنه هلأ قدما تكوني تعبتي الإعلام بعمل جنب كتير أصع يعني أنت أوكي بتتعبي ومعروفة وتمام لكن الإعلام بعملك قفزة منيحة وأكيد يعني حتى بالعالم العربي مش بس بالأردن يعني ما شاء الله رؤية كتير انتشرت فعشان هيك إحنا بصراحة صار صرنا كتير ومحصولنا لكتير قلوب ناس وقولهم الحمد لله صح وإحنا دائما نقول إحنا مش بس فخورين برؤية إحنا محصولين أيضا برؤية اللي قدرت توصلنا يمكن لكل قلوب الناس صح هي وصلت لقلوب الناس وإحنا وصلنا معها أمل يعني أنت حكيتي على البساطة أنت أصلا يعني الواحد لازم يحكي أنت مشهورة ببساطك بتواضعك قلبك الطيب يعني أدي حتى هي بسيطة في تعاملها مع الكل أدي محبوبة وقلبها طيب وقريبة للقلبي يعني أنا من أول مرة عرفت على أمل بالضبط كانت اتنين واحد كانت أول حلقة رسمية يعني إلي فكنت معها بالحلقة وهيك كتير قريبة على قلبي وعنجا تصرنا صحباتي من وقتها وروان إلها على الزراعة يعني روان مرة تحشوف صورها بالحديقة بتهتم بهذا الموضوع إحنا دائما نتشرف أنك تكون جزء مهم بدنيا دنيا أمل إذا بتحبي تواجهي معايدة صراحة بعايد عن ناس كلها اللي عم تسمعنا واللي ما عم تسمعنا وبقول كل سنة وإنتوا سالمين وإن شاء الله يا رب سنة خير على كل أمتنا وهدات بال للجميع ومرة تانية بحب أحكي إني بتشرف كتير بقناة رؤية بإدارة وبموظفين وقديش هم لبقيين وأمامير وإن شاء الله يا ربي تدوم هالنجاح وهالمحبة بيننا إن شاء الله يا رب إن شاء الله أكيد كل الشكر لإلك أمل يعني إحنا مبسوطين إنك معانا اليوم فخورين فيك دائما إن شاء الله دائما بنجاح وتألق وسنت خير عليك وعلى عيلتك وعلى كل لعب اسمه شكرا 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 على المتابعة لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شي جديد